اشتركوا في القناة اشتركوا في المجموعة من الشركات التي بدأت معها من الزيرو والتهمة من الزوائر العقود الرسمية هي التهمة لا يوجد أساس من الصحة بما أن أولا هذه المحلات الموضوع العقود العقارية هي في اسمية المشتكين هناك شخص لا يوجد أساس أولا ثانيا ثالثا السيد ينكر بأن المحلات كان لديه علم بأن العقود كان مبرامة فيما أن لدينا وطائق رسمية ورسل المواتق ورسل المواتق ورسل المواتق ورسل المواتق ورسل المشتري ورسل المواتق يقول لي بأن لم تصل إلى الباب عقود لم تصل عقود لغ عقود لن تصل إلى ، ورسل المواتق إنه من مستحيل. شيء أخرى بأن العقد نحن نكون عند الناس و النية نحن نأخذ المحالات. نحن إذا قدرنا عقد مزورة عن زورهم ونحفظهم. هل سنحن نتسنون حتى لربعة سنين خمسة سنين سنين بعد. بما تتسنون العقد فوق عقد. لا يمكن. أمور بين الأمور واضحة. طبعا. طبعا. كان مجموعة دل ثمانية دل الشكاوي عن تفرق الوطنية. تهم نفس العقارات بأنه الاستيلاء على عقارات الغير. وكذلك كان شكاية مباشرة عن سيد قاضي التحقيق لمحكمة السجرية دل البيضاء. كان شكاية واحدة أخرى عن جرائم الأموال دل البيضاء. موجهة إلى سيد وكين الملك من محكمة السجرية كذلك. كان قضايا هنا في أقادير دل فسخ العقود إلى أخير. ولكن هذا الشكاوي كامل ما يتحركوش. النهار هو الشكاوي دياله تحركوا بالسرعة السرعة القصوى. مما يطرح مجموعة من من تساؤلات التي لا أتهم بها أي جهة. ولكن كانت طرح مجموعة دل التساؤلات على ما القانون يمشي في واحد الاتجاه وما يمشي في الآخر. رغم أن الملفين مرتبطين ببعضهما. مرتبطين. وبأن كيناء كذلك من طرف المشتكي جريمة عقد فوق عقد. وجود عقدين. الشكاية 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 مش نقول لكم اللي مضحك. أنا الولدة ديالي مبع ثلاثة وثلاثين عام. ديال العمال. وديال الكد. والكل يعرف اللي بغي يسول على السيدة الولدة. الملق قبل من المرأة الحديدية هي مرأة حديدة في العمال. ولكن اللي بغي يسول على يمشي الخيريات. يمشي الدار العجزة. يمشي الصبيطار. يمشي بزاف ديال. وليس يسول على المرأة الحديدية أش كنت كدير. مبع ثلاثة وثلاثين عام ديال العمال. ديال الثيقة. ديال بزاف ديال الحواج. هات السيد كيقوم وكيدعيها. وماشي هي بوحدة كنقوله مشتخدمة في المجموعة. كيدعاه هي أشياء والدها كاملين سبعة ديال ولادها. والأم ديالها اللي عندها ستو سبعين عام. والأب ديالها اللي عنده تسعين عام والأب ديالي اللي المريض بالالزايمير وعنده سبع وسبعين عام ومطلقين من عشر سنين وكي دعينا كامل وكي ديرنا تكوين عصابة إجرامية واش هادي واش احنا دبا في هذا الوقت وفي هذا المغرب وفي العادة الجديدة لصاحب الجلالة اللي ديشنو الخطة بالأخر ديالو يعقل بأن عائلة كاملة هي عصابة إجرامية كتنصب على منعش عقاري وعندما نتكلم على منعش عقاري وعلى العقار وما أدرك ما العقار وكل ما نقامه والناس عارفين باقشناء الشقة في السكل الاقتصادي او الموين ستوندينك او الوستوندينك عارف كيف تمر الأمور اشكين كيف اش كيتخلص اش يتعطي اش ما كيتعطيش اش كيتقييد اش ما كيتقيج اش كيتزوز في القونطة بالاسم لا ما ندخل في فالدتائي السياسي ديجا اعتقلوا الموثق لأنه ابرامو دروليها اعتقلوا لي مجاش قدم شهادة الطبية لما تقبلتش لو اعلم نجا وددو وشدوها الحراسة النظرية ثلاثة يام وفي نظركم انسان مجدود ثلاثة يام في حراسة نظرية في الظروف علامة استفامك بجدير الظروف وفي اجواء علامة استفامك بجدير التعامل علامة استفامك بجدير التعامل اش غادي اش كيتسنه بيانسور غادي قول لي بغي ردة تكون ضغوطات ما كيكونش عند الواقس ما كيكونش انا ما كنت اهمتش واحد باننا در ضغوطات ولكن الطرفية الاعتقال وطريقة الاعتقال وطريقة الاستجواب ركا تطرح بزرد العلامة الاستفام طبيعة بان سيدي بان السيد الموتق اللي هو احنا كانت بنتنا علاقة اتقابينا وبينه وبين المشتكي ومشي هو الموتق الوحيد اللي اللي وقع لهذه المشكلة كين موتقين بزافة اقدير اللي وقع له بنفس المشكلة مع نفس الشخص ومشي صور السجن على نفس الحواج لانتنا كان اتقاء ثلاثة وثلاثين عام اه ديال الوليدة وهو متكونش اتقاء من جهتنا بعد اكي الم الاقل ومشي مجيته من جهتنا مجقي عارف ش عندنا ش عندناش معناش عارف استلف عقد لساني الموتق معه السيد استلف عقد سنقول ستلاف عقد وما كان اشتقى لا يمكن الطبيعة التهان بأن الموثق تفق عليه ودوزه تقريبا عشرين عقد كيف تفق عليه وليس دوز عشرين عقد وجميع العقد ستلاف عقد بنفس الطريقة ونفس الكيفية والمشتكية علم الكيفية والموثقين جميعا في أكادير التي تتعاملوا مع هذا السيد كيعرفوا كيفية كيف تدوز العقد يعني كيفية المبنية على الطيقة ولكن للأسف للأسف الشديد 33 عام هذا هو الجزاء للأعمار كامل للتفاني للعمال للإخلاص للأخير كده مش عليك هذا الشيء كان منتظر علش منتظر لأن السرعة للإجراءات السرعة غير عادية توقيت تقديم توقيت 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 شيء غير عادي غير عادي باتاتا كنت سمعوا يوميا في الجرائد بأن مختلص المال العام هذا كان يدوز خمس سنين وما زال الله غادي جاي وانت ضغيها لأسف لنسبعين ساعة لأسف 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 هذا الدفع كله يعلام وصاحب الجلالة لها خطبة على تشدي العقار كله يعلام كيف يتم الدفع في المغرب بأنه نقدان بأنه جزء نقدان وكيف تأعطى المنعيش العقاري باقي لأنه ما عنده لتويتر فونسي يبنيك يعطيها لدفعات وكيف تأعطيها لدفعات لكي يعطيها لدفعات وبلما ندخله في الديطايل آخرين وكيف يؤقل بأن في الحسابة للشركة هذا شيء ما بنش ست سنين خمس سنين سبع سنين وبأنك أنت إذا كنت مستير وأنت هو المستير السيد المشتكي ما بنش لك هذا الشيء أنت تتحمل المسؤولية حاجة واحدة أخرى ونقولها التي هي مهمة جدا بأن من بعد ثلاثة وثلاثين عام الوالدة ديالي تعتبر العلوة السوداء لمجموعة الشركات وأن اليوم النزاع غير قائم بيننا وبين المشتكي لأننا نحن نحن مشتكيين وكذلك هناك طرف ثالث وهذا الطرف الثالث له جميع الحقوق أكثر من المشتكي وما زال هذه الناس وحلين معه في الحقوق ديالهم وكل التهم المنصوبة الوالدة ديالي منصوبة إليه بالدلائل والحجج وليس بالاعترافات ولا أقوى المستخدمين الذين لا زالوا حاليا يشتغلون مع المنعيش كيف يعقل بأن واحد خدم معك يجيك يشد في أحد آخر ومن تولي نعمة ديه كتخلصوا في الخطير الشهر لا مشيو سلم حاكم وجبدو الضصية ديالناس لدعينها السياد والمواضع ديالهم ستلقاوا بأن الصورة تتوضح الفرقة الوطنية عندها كل ما يفيد لماذا لا تحرك على الشيكاية ديالنا يعيطه تسنطر نفس الشيكاية دياله وهو يعيطه عليه يعيطه عليه يعيطه عليه تسنطر ولكن ما زال ما وصلنا نتيجة رغم أن الترابط ديال ملفين هو واقع لا يمكن نحن مرتبطين نحن بخيطين مع بعضياتنا نحن لا يمكن هذا السياد يجدنا معه الزنقاء وجاسنا معنا ويقول هدران الذي يقول هدران الذي يقول لا نحن 33 عام 33 عام بخسك فميلة بخسك يعرفون المناسبات يمشي ويأتي عندهم لا يمكن أن يأتي ويأتي 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 لا يمكن نحن اليوم ضحايا الاتقاء وليس نحن الوحيد لأن ضحايا الاتقاء نحن كأبناء أو كعائلات ونحن لم نكن نعمل مع السيد لا يمكن أن نعطي عصابة إجرامية هناك ضحايا أخرى من الناس الذين يشيرون عندهم أحكام قضائية ونصفاتهم وكذلك هناك الأخطر من ذلك مجموعة الناس لا يمكن أن نقول ما لديهم الأحقية القانونية داخل مجموعة الشركات التي وضعين شكاية خطيرة جدا ولم تتحرك لحد الآن هو من هو هو كين مصارين اليوم كين مصارين الوليد الجالي اليوم رهم اعتقال في طور التحقيق في دولة الحق والقانون هو يكون معتقل لأن التهم الموجهة اليه كثير من الخطورة حاجة وحدة ليس غير هو هو مجموعة الأشخاص الضائرين به وعليهم حجاج كشوب وطائق خاصة هو يتقدم على السلاف عقد التي تسنم عن نطر بنفس طريقة التي تسنم العقود لها ويفيري فيهم العقود للناس المقرب منه المقرب منه التي تسنم كثير من نفس الطريقة ويشوف الطريقة الدفع لأنه ماشي هو بوحده في شريك ماشي هو بوحده في شريك المصار هذا الملف سيأخذ المنحة والمجرى الذي كان هناك تعقل ستحل الأمور بطريقة الودية وهذا أحسن لهم أولا ولنا ثانيا القانون سيأخذ المصار المغرب البرح اللوبيات المعرفة التليفون الشخصية الدخل لك خطبات الملك الأخرى الكثير الخطبات قالت بأن جل المشاكل المغرب الذين يصادفون جلالة الملك في الشارع أهم مشاكل قضائية وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام على الطريقة التي تتمشي بها بعض بعض القضايا وإحنا اليوم الضحية لله السيد نظرا لنفوذه المادي أولا والنفوذ آخر مجاعة أخرى وأشخاص يقفون وراءه في الخفاف في الخفاء ويشجعونه على ما سيؤدي إلى خرابه لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي ترجمة نانسي قنقر